اشتركوا في القناة بتلائم الشارع المصري وحتكون دايما بنساعد فيها كتير من الناس اللي عندهم بعض المشاكل وخصوصا احنا هيكون دايما معانا شخصية مميزة حتى تواصل معانا حلقات عديدة وحنترح عليها الموضوعات وحناخد رأيها وحنساعد كتير من اللي حتواصل معانا في المشكلة اللي هو بيعرضها علينا ده الى جانب ان احنا دايما عارفين ان البرنامج سكرينشوت يعني دايما بيكون داعم للدولة وخصوصا ان احنا عارفين الانجازات الجميلة اللي حققها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت السياسة وتحت القيادة الجميلة والجيش المصري اللي كلهم اتحدوا وتحالفوا مع بعض لحد ما قدرنا او قدروا بالفعل ان يخلي دولة مصر يعني دولة قوية جدا من خلال الانجازات من خلال المشروعات المتقدمة اللي خلت كل الدول بدأت تتكلم عن مصر وحطت الرئيس في مكان جميل جدا واصبح بقى يشغل الرأي العام ورأي الدول كلها على الحاجات الجميلة اللي اتقامها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا ويقوده او تحت قيادته اللي هما القيادات السياسة كلها والجيش المصري فانا طبعا يعني برنامج سكرينشوت بيشكر القيادات المصرية وبيشكر السيد الرئيس على كل الانجازات اللي عملها للبلد واحنا دايما سعداء بوجود ريس جميل اب روحي لكل اسرة مصرية نرجع بقى تاني لبرنامجنا ونقول ان البرنامج بتاعنا مش هيكون برنامج تقليدي بس هيتناول موضوعات مصيرة جدا موضوعات تخص المجتمع وبيتأثر بها المجتمع وبيحاول ان يتفهم بعض الامور فيه كتير جدا مننا فيه امور مش وصلوله لكن من خلال سكرينشوت هنحاول ان احنا نوصل المعلومات دي وعشان نوصل المعلومات دي لازم يكون معنا شخصية يعني شخصية مرموقة شخصية ممتازة جدا لها طابع مميز وكمان استاذة في القانون فمعنا الاستاذ المستشار ايمان محفوظ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ايمان اهلا بيك يا تنم شرفتنا في برنامج سكرينشوت واحنا صعداء جدا ان انت حتكون معنا في حلقات متعددة ده يعني شرف للبرنامج ان انت حتنورنا باستمرارية ده من حصن حظي يا تنم ده من حصن حظينا احنا يا تنم طبعا فيه حاجة عايزة اقولها في بداية الحلقة تنم فيه سؤال كنت حابة اطرحه على حضرتك اخر البرنامج لان اعرف ان السؤال ده لو كلمت فيه حيامل مشكلة بداية يعني في البرنامج مش عايزة في اول البرنامج نبقى فيه مشهد المبيني وبين حضرتك يعني لكن والله هو فريل اعداد اصر ان احنا نطرح السؤال ده وفي نفس الوقت بصراحة انا عندي فضول فضول يعني حقيقتلني عايزة اعرف يعني بعاد السؤال ده او ناتيجته او حاجة كده عن استاذ ايمان محفوظ بحت امرك يا فنة بس بدون زعل لا ما فيش زعل ولا حاجة ان شاء الله السؤال اللي عايزة اسألولك حضرتك ظلمت حد وده سؤال اه ده مين اللي عديلك السؤال ده اه مين اللي عديلولي انا اللي بسأل حضرتك حال حضرتك ظلمت حد ده بالسؤال يتسئل ضيف ان انت ظلمت او ما ظلمتش حد لان ده يعني مسألها يعني تغضع المعايير كتيرة وما فيش انسان مغلطش في حياته يعني ده السؤال يعني مش بداية الحلقة تقفل الحلقة كده يعني يعني انا عايزة اسأل حضرتك يعني جاوبني في حد ظلمتو يعني بينك وبين نفسك ظلمت حد انا انا بكرر السؤال وعايزة اجابة لان انا عايزة تكلم في الموضوع بس عايزة يعني حبة ان حضرتك انت اللي تتكلم بنفسك حضرتك انا احطرت بصراح يعني السؤال غريب ان حضرتك تسألوا لي ظلمت حد انا اعتقد اتمنى انا مكونش ظلمت حد حضرتك متأكد يعني ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله وانا بقى سحضرتك حضرتك متأكد ليه حضرتك حدي اشتكالك مني ولا حاجة لا مش اشتكالك انا سمعت بالفعل موضوعا ما بسألك لحد دلوقتي انا طلب الاجابة من حضرتك انت حضرتك بتتباعد معاه في الكلام مش عايز توصلني لنتيجة السؤال بطاطي جدا وانا مش فاهمه بصراحة لا هو سؤال عادي جدا انا بسأل حضرتك هل حضرتك ظلمت حد اتمنى اتمنى ما كنتش ظلمت حدي يعني حضرتك مش حاسس انت ظلمت حدي او لا ما كل الانسان عارف اذا كان ظلم او لا اصدتي انا اتمنى ان ما كنتش ظلمت حدي حضرتك تتمنى تتمنى لكن ما عندكش السكة سواء كنت ظلمت او ما ظلمتش والله دي معايير ربنا بس اللي حاشدنا عليها مش حضرتك اه طبعا يعني احنا بشر يعني احنا مش هنحاكسب حضرتك بس انا بقى معليش عشان الكلمة حضرتك بتقولني ما حاسبكش انا عايز اقول لك موضوع حصل بالفعل قدامي ومعي انا شخصيا خير وعشان كده انا حابة اسأل لان انا طبعا عارفة ان استاذ ايمان محفوظ صاحب القيم والمبادئ ورجل الطيب اللي بيدافع على الناس كتير جدا اه لما اسمع بالفعل دعوة علي او ضع علي فطبع بالنسبة لي تي حاجة صعبة جدا يعني تمام لان دائما نقول ايه ان استاذ ايمان محفوظ حيتناول معي موضوعات معنا نتلاول معي موضوعات يعني شخصية ممتازة وفوق الممتازة ان هي بتقدر توصل المعلومات وبتدي الحقه والاخر طب ممكن نخش في الموضوع عشان حضرتك طولت لا ما طولتش ولا حاجة حضرت طبعا عارفة ان احنا من اسكندرية انا من اسكندرية فطبعا كان عندنا مؤتمر خاص ب يعني مجلس اللي نجحوا في مجلس النواب فكانوا عامليه حفلة مؤتمر عندك هناك في زاوية الحمرة قدوك هناك ماشي تمام فالموقع ما احنا روحت وكنت قاعدة مع مجموعة من الناس قاعدين عادي يعني في الحفلة عادي يعني بزروفها بالفعل ده حصل الموضوع ده حصل بالفعل يعني انا مش بقول حاجة رواية يعني او قصة انا كنت قاعدة فحد ورايا ست يعني قاعدة ورايا فعمالة تدعي الشخصية ربنا يخليها واخره استاذ ايمن استاذ احمد فطبعا انا عارفة انا حضرتك من هناك بتدعينا هو بتدعينا هو واحدة ست بطرانك خليك معي خليك معي تلقى استاذ ايمن واستاذ احمد زلت اللهم المحامي لما حضرتك نا تمام لقيت تتقلب الدعاء للشخصية اللي بتتكلم عنها لدعاء على حضرتك بقتدعي على حضرتك بطريقة بشعة فبقالها ليه كده قالت حاجات انا مش متفاهمها بصراحة وبعدين انت بدلتها بحاجاتك ايه دي يعني طب ليه تبتدعي عليه كده ده شخصية ده راجعات فضعي برضو تتكلم وتدعي تدعي تدعي قلت لي انا بدعي لأستاذ المقدم ايمن ايمن عبدالحافظ اللي هو معاون رئيس المباحث الزاوية الحامرة واستاذ احمد احمد بدل اللي هو معاون المباحث قلت لها حضرتك بتدعي للاتنين دول على اساس ايه انا هشرح لك الكصة فطبع نتكلمت برضو انا مش فاهم حاك انا هشرح لك الكصة فعشان تلا باسأل حضرتك السؤالي ده مش جاي من الهواء انا السؤالي ده جاي هل انت ظلمت حد لا لا ما فيش حد بيدي على حد من فراغ اه انتي خدت الحلقة كلها لا ما خدتش الحلقة اوه السؤال ده حيجلني والسؤال كان ممكن تسألونا قبل الهواء بس انا هقول لحضرتك اجاي ببلك عليه ما تزعلش مني ان انا باسألك على الهواء لان انا احب ان يعني اوضح حتى لو حد شايفي بقى يعرف استاذ اي من ظلم او ما ظلمش المحامي يدوره انه هو بيرفع القضية على اي حد فموكل بيجينا ارفع قضية على فلانة ارفع قضية على علانة احنا مش من حقنا ان احنا نناقش الراجل لان حقنا نقبل القضية او ما نقبلهاش طوام اه رفعنا القضية على ست السيدة دي تصدرع ضدها حكم فذهب سيدة النقيب احمد بدر معاون مباحث اسم الزوعة الحمرة ليه تنفيذ الحكم ده راجل رايح يقدي شغله تمام اللي هي بتدعيله اللي بتدعيله ما هي بتدعيل الاتنين اه بتدعيل احمد بي احمد بي هنشوف صورهم دلوقتي يعني عشان انا برضو عملنا يعني يعني اتصالاتنا لحد برضو ما عرفنا الشكل العام بتاعهم عشان برضو نوريهم للسيدة الموضع انت عرفت ان هي بتدعيل اي من بي عبدالحافظ باسم مباحث الزوية وبتدعيل احمد بي بدر معاون المباحث القصة بساطة ان الراجل رايح يقدي شغله عشان ينفس حكم قضائي ضد السيدة دي تصدر عليها حكم اكتشف ان هي ست غلبانة وست فقيرة وتكفل مشكورا بعد الاتصال بالسيادة المقدم اي من بي عبدالحافظ رئيس المباحث وقال انه هو مستعد يدفع من جيبه الشخصي تمن المجونية للسيدة ولما اتصل بالراجل صاحب المجونية وقال له انا هدفع المجونية دي عليها الراجل رفض قال له كان اولى بيك ان انت مش ترفض تاخد المجونية انت عشان ضابط مباحث لا انت مفروض كانت ترفض مدينية لانه ست غلبانة جدا معدمة ويعني نظام بقى اللي هو القصة وخديت حاجة بالقصة عشان تجاوز بالقصة اللي انت عارفاها دي ايو 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 حس الزابط الهمام وده شيء يعني اقحمت نفسي فيه عشان غصبا عنه عشان ادفع عن نفسي عشان كده قلت الرواية دي فتقدم المعاون احمد بي بدر بليه كل الاقتقدير والاحترام بدفع هذه المجونية بعد توديهات من سات المقدم اه هما قاموا بدفع بالفعل المجونية اه هنا بقى دول الشرطة يعني انا عدد نقول دول الشرطة عشان فيه دايما اتهمات بالفعل ايه بالفعل ان احنا لما نلاقي نموذج منير زي لازم نعارده طبعا سيادة النقيب احمد بي بد وانا برضو هنقول اللحمة بدر بي يعني قصة كده مختلفة تماما عن الواقع اللي هم نحكي فيها دي انه هو دفع المجونية من جيبه علشان حسب بظروف الستة الانسانية وكان هو طبعا وايمان بي عبدالحافظ يتضمنه في دفع هذه المجونية يعني توحده مع بعضه ايوه احنا بنشكرهم طبعا وده الظابط الانسان وبنتهم في تغيير المفاهيم لما نلاقي نموذج منير جدا ظابط شرطة بيعمل شيء خير خير وشيء جميل جدا طبعا بيش عايزين احنا نبرز هذا الشيء انا ابرزته عشان بدفع بيه عن نفسي لكن هذه الفعلة الجميلة الخطيرة بنتهم ان احنا بنجامل السلطة الحكمة طبعا كل الناس عارفة ان انا مفيش ليه غير طب واجه الظلم فين لحضرتك هي عشان رفعت القضية عشان رفعت القضية يعني انت حضرتك انت لرفعت القضية لكن هما قاموا بالفعل طب كان حضرتك لك دور فيها ان انت ساعدت ساعدنا ده بعد كده طبعا لما عرفنا طبعا ان دفعت المجونية للسيادة دي طبعا ساهمنا هي طب الصور طبعا سيادة اه احنا بنحييهم على الهوى العليمين سيادة مقدم ايمان عبد الحافظ والمعش ايمال احمد بيه بدر ناس عظيمة جدا وناس محترمة وكمان لما بيكون محامي بيشكر في ظابط الشرطة طبعا دي حاجة جميلة يعني لا ده بيلاق بيتهمونا ان احنا بنجامل السلطة الحكمة والحمد لله انا معروف ان انا ما بجاملش حد انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا الظابط احمد بدر بالذات ايوه الظابط مكروه جدا ليه كده؟ مكروه جدا مكروه ملغم انه هو يعني قام بوضع جميل جدا يعني ووضع انساني يعني زي ما حضرتك كده اتهمتيني احنا ساهمنا في انهاء مشكلة السيدة دي لكن الظابط ده مكروه من مين؟ من الخارجين عن القانون من اللي بيستخزهم من الجريمة سبيل اكل عيشهم والناس دي مجرمة بطبيعتها فدايما الظابط اللي يكرهه مجرم يبقى ظابط كوف انا بحييهم على الهوى وعايز اقول لحضيك على حاجة مهمة تانية خطيرة كان حاجة بقى اعمق من كده لما كان فيه ست سقف بيتها بيقع ايام المطرة القريبة دي تواصله مع السيد الرئيس الحي وتكفل الرئيس الحي بانه هو صلح السقف بالمجهودات الزاتية وبدو ما ستدفع وانا مليم الناس دي عملت الكلام ده والكلام ده حقيقي وانا مش بقاملهم من خلال برضو السيد المعاون احمد بدر هو برضو كان هو سبب والسيد الرئيس المباحس ايوة تواصله مع رئيس الحي واصل شكوة السيد وصلحولها السقف تخالي بحجم الدعا هنا بيدعي الناس السليمة الناس الكويسة الناس المحترمة وبيضع عليهم الناس الخارجين على القانون والمجرمين فكل ما بزيد دعوات عليهم من المجرمين احنا بنفرح بيهم وكمان عايز اقول للسيد رئيس حي الزوى الحمرة انا اتصلت بمبارع عشان اشكره على هذا الموقف لكن هو عشان هو بيصحى بدري كنت انا متصل بفوقت متأخر مردش برضو من حي الزوى يعني منضم صوتنا لصوت حضرتك ومنشكر طبعا استاذ ايمن بي يا عبدالحافظ رئيس المباحس الزوى الحمرة وطبعا استاذ احمد بدر معاون المباحس منشكرهم جدا على المجهودات اللي اموا بيها وعلى دور الانسان الجميل اللي عملوا مع السيدة اللي اتكلمت وكانت بتدعي لهم بكل حب كانت بتدعي بالفعل بكل حب ليهم وانا متزوى الحمرة يعني سعداء ان احنا نفهم الجمهورنا ان فيه في الشرطة ناس طيبة جدا في الجنب الانساني موجود يعني اذا كان بيدفوا عن الجريمة لكن برضو من الجه من اتجاه الانساني بنلاقيهم وبيقفوا وردو مع كتير من عامة الشعب والجمهور المصري وعايز اقول حاجة اعتبرنا متزوى الحمرة انا فخور بوزارة الداخلية كلها وبحيي من خلالهم سيد اللي هو نبيل سليم وسيد اللي هو عسام الشواف وعشان ادارة عامة مكافحة الاداب باركوا على المنصب الجديد بس فيه منظومة وفيه فكر الشرطة تغير وانا لما لاقي نبوذك زي ده انا عارف انه هتهم ان انا بجامل السلطة وبجامل بجامل الشرطة او مش اتهام احنا بنعرف اللي يقول يقول انا فخور اللي الزاوية الحمرة جاب بصبات زي دول اولا حضرتك دلوقتي انت بتنورنا ليه لان انت بتدي ضوء احمر ان فيه حد فعلا في الشرطة وفيه الناس قصة حقيقية واحنا بنتكلم عن الشرطة وقدي سبعانة الجهات الامنية ايمن حاولي حدك حاجة احنا في بعض الاوقات يا وقعرفت القصة دي القصة دي احنا معرفينها اقوم فبراكة كده وكتير جدا من الناس فيه زابط بيعمل كده فيه حد بيعمل كده كان فيه ناس كتير بالفعل بتقول لا الحاجات دي مش موجودة ومش حقيقة ده حقيقة لكن انت حضرتك يعني انا سمعت بودني وانا فعلا بأكد وبقول انا سمعت بودني بالفعل وانا كنت في المؤتمر ان ست بتدعي دعا جميل جدا لاستاذ ايمن واستاذ احمد بالحب ان هما وقفوا بالفعل معها حتى ست بسيطة بتقول استاذ مع ان مش ده اللقب الرسم ليهم هما هي بتقول استاذ وانا ده اللي انتبلي اه هو لفت نظري انا فقور وانا في الزاوية الحمرة وعايز برضو اقول لها حاجة برضو مهمة عشان بيزعلوا مني بتطاع النظام في الزاوية الحمرة والافراد بحيي الافراد بحيي كل الزاوية بكل اسم الزاوية من اول ست المأمور والمباحث وافراد ونظام اسم الزاوية في بعض الاخطاء مش هننكر لكن لكن انا شايف ان فكر الشرطة تغير وفكر الشرطة اصبح لا بقى فيه جوانب انسانية جدا بالفعل واللي بيكره الشرطة اللي بيكره الشرطة وما الخارجين فقط عن القانون وتحيير كل شرطة مصر نحن كلنا بنحب الشرطة وبنحيي شرطة الشرطة بتاعتنا وكلنا خاضعين لهم بالحب ومنتمنى لهم دايما ان يكونوا معنا قلبا وقالما طيب ننتقل بقى لسؤالتين مهم جدا تمام مش عايزة اقود بقى في حتة معينة بس انا عايزة يعني اخفف عنك بقى الكلام شوية عشان انا انت النهاردة عندي مركز لل انا السؤال كان فاكرة ان هو يزعاني بسطني لا انا كان زعاني فعلا انا شخصيا انا طبعا حسبت ان حضرتك يعني ظالم لكن الحمد لله طب اسأل سؤال حضرتك انت ليه مزعل الصحفيين طبعا انت كل النص بزعلها كده دايما لا دي مشكلة كبيرة على فكرة طبعا كتير من الصحفيين زعلاني من حضرتك بسبب الموضوع طبعا اللي سير العام وحدك عارفوا جدا دايما انت قلت فيه ان طبعا فتاة الايصارة دي انها تاخد براءة فتاة الايصار الايصار انت هتعملي زي يقول اه تاخد براءة ده يا جوس بص يا ستكول هو الموضوع ده اتفهم غلط هو بجرد ما نشرت سلمة الشيمي فتاة الايصار هذه الصور لقيت بيتبعتلي من كل الدنيا وكل الناس صحفيين ده السوش الميديا كله قالولي اقدم فيها بلاغ وبيقولولي ايه عقبتها القانونية فانا يا راجل محامي الحديث هو حديث القانون القانون والعدالة عمياء ما بتشوفش غير الوقعة وتشوف نصوص القانون ما بتشوفش ايه اللي خالفي ده انا اللي شفته قلته ان التهمة اللي تتوجه لهذه الفتاة بالصور دي عشان انا ما كانش عندي خلفية ما عرفاش قبل كده قلت الصور دي لا تمثل الا جريمة واحدة التي وجهتها لها سلطة التحقيقها النيابة العامة وهي سلطة التصوير بدون تصريح طبعا الصحفيين ما عجبهمش الكلام ده اول ازمة تحصل بينه بين الصحفيين لا لا مش الصحفيين هو بس ده الرأي العام كله زعلان منك ازاي حضرك بتاية حاجة زي كسه انا هقول لحضرتك احنا منتكلم في قضية القضية دي النصوص القانونية العالية ايمن النصوص حضرك القضية بس المنظر العام مش حل ازاي احنا قلنا ان هي بتحاكي انا مبارح كنت في احد القنوات بقول ان هي بتحاكي لبس الفرعنة واني في بعض يشوف في الاشياء دي فعلي فاضح لكن في الاخر وفي الاول كان المعيار الاساسي وسلطة النيابة العامة حين انا وجهت اتهامها لهذه الفتاة وقالت نوع تصوير بدون تصريح وقلت ان هي كمان براءة لان هي لها المواد القانون تطبق عليها مش هنخش في مواد القانون عشان نشرحطها مبارح ومش هنخش في مسائل تفصيلية قلنا ان الست دي او الفتاة دي ما عملتش جريمة في الموضوع ده لكن خدي بقى ان هي ما عملتش جريمة ما عملتش جريمة يعني من موجهة نزحة حضرتين من جريمة طيب سلطة التحقيق قدمتها بسبب تهمة او اتهام واحد هو تصوير بدون تصريح وحاجات التانية لأ ما نذكرهاش طبعا احنا مش هنتكلم فيها نخش في حاجات التانية جزء التانية اللي هو احنا هنغير يعني غير نغير موضوعنا من اتجاه الاتجاه من اليمين اقصر يمين الى اقصر يصار طيب انا معرفش انا اتكلمت على قضية معروضة قدامي والقاضي ما يقدرش يحكم ولا المحامي يقدر يحكم إلا من صلوص القانون زي ما قلتلك العدالة عمياء تمام ابعتتلي بعد كده بالذات بعد حلقة مبارح صفحتها وصورها وصور انا اعتبرها انا عشان ما كنتش اعرفها انا بتكلم على وقع محددة تمام اللي يقول ان انا كنت بدافع عن سلمة الشيمي هو غلطات انا مدفعتش عنها انا دفعت عن القانون يعني احنا بنحاول ان احنا نتصل بها علشان تتواصل وتحاول ان هي يعني تقول لنا اه ترد وتقول لنا رأيها في المنوع معتلي بقى الصور على صفحتها تشابه فتيات التيك توك ايو وصور اعتبرها البعض ان هي شبيهة بفتيات التيك توك ايو فعلا انا بقى بقول لحضرتك من هذا المنطلق يعني حضرتك مكنتش عارف او مكنتش شايف الحاجات ده انا بتكلم على قضية القضية بس حتى لو كنت شايف الكلام ده القضية دي القضية دي وهذا الاتهام اه يمثل جريمة التصوير اه ده معنا ذلك ان اي حد بياخد تصوير تصريح ويطلع بالمنظر ده مايتحكمش بالمنظر حضرتك شايفه احنا قلنا طبيعة هذا اللبس هو بتحاكي لبس الفراعنة وبقول ان فيه السياح بيتصوره بحاجات هو حق الرد يعني ان كل مدفول الجميع ممكن اي حد يتكلم ان اما بقى صورها السابقة الصورها السابقة ماشي وانا بقول وبعلم من خلال برنامجنا ان هي اصبحت تحت الرزق يعني انا نتمنى انها تحاول ترد علينا عشان برضو ترد وتتجاوب على الاسم الجهات الامنية تصل ومنتصل كتير مش بترد علينا تفضل حضرتك ما طبعا اكيد بقى بقى برامج وقنوات وكده يعني يا رجل انا نتمنى انها ترد عشان برضو عشان رد بالنسبة انا بقول الجهات الامنية الجهات الامنية نصورها نصورها على صفحتها ما هياش ملأمة وتشابه زي ما هم الناس قالوا في داية التكتوك انا لا بدافع على سلمة ولا بدافع على غيرها وانا لا مع سلمة ولا ضد سلمة انا بدافع عن تطبيق القانون اه تطبيق القانون على الوضع الحالي بس لكن مش الشخصية نفسها الشخصية انا مالي ومالها انا قلت لحضرتك العدالة عمياء ما بتشوفش مين الشخص ده احنا بنطبق نصوص القانون انا هديك مسأل بس بسيط جدا انا هديك مسأل جدا ما هو بعد بقى من يبقى افقر يتسابلها في هذه القضية ايوا الصحفية بتادوا انشروا هذه التصريحات وموجودة على صفحتي وكده الازمة اللي حصلت ان هم شافوا ان انا بدافع عن سلمة انا بدافع عن سلمة انا بدافع عن تطبيق نصوص القانون وبقول بكيف الوقع حسب حسب حقيقتها وعلى حسب حقيقتها اما صورها بقى على السوشيال ميديا انا شايف ان الجهات الامنية تراقب هذه الصور واذا كانت هي تمثل فعلة فاضح انا رأيي ما يتقلش دلوقتي انا رأيي اما يتقدم في بلاغ ضدها او اما الجهات الامنية تقبض عليها او تعتبر هذه الصور غير ملأمة نبقى نقول عقوبتها ايه لكن انا بتكلم على وقع واحدة التصوير شايف حاكة لبس الفرعنة وهذه الجريمة لا تمثل اكتر من جريمة اقصى عقوبة فيها الغرامة وغرامة بسيطة كلامة وظاهي احنا سعاداء بالرد هي ريها حق الرد ترد طبعا احنا عايزينا ترد يعني طبعا دليها حقية الرد على حضرتك بس بكل اسف والله احنا بنتواصلوا معاها فالتليفون مغلق بس ان شاء الله حنبقى لنا حلقة تانية ولينا تواصل معنا عشان ترد في الحقوقات القادمة عشان نرد الاعتبار ونشوف الموضوع ابعاده بالزبط ايه وطبعا حضرتك تفهم طبعا الصحفيين كلهم الزعلانين من استاذ ايمن وضحينا اه كانوا يعني محنا برضو هم شايفين انه هي هزي الصوت ايمن حضرتك مش الصحفيين بس احنا طبعا بنقرأ وبنتابع كتير مع حضرتك وبنشوف اراءك وردك فبالتالي احنا بنقول ليه يعني السؤال دايما بعنينا عن لامة استفهام فحضرتك بتشرح وبتوضح وده طبعا صورة تانية بقى انا بقولها وبصرح بقول ان هي غير ملأمة ده حاجة تانية ملناش فيها طيب ساذ ايمن رأي القانون طبعا احنا عندنا موازنة ما بين حاجتين رأي القانون طفل الليمون وطفل المرور بدل رأي القانون انا عايزة رأي القانون قبل بقول رأي اي قراء اخرى عايزة رأي القانون انا تكلمنا في طفل المرور في الحلقات كتيرة قبل كده اه وطبعا اتخذك عارف ان طفل الليمون يعني سوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه فعايزة حضرتك بقى قول لي رأي القانون قبل أي حاجة رأي القانون يعني نحيجة هناك بس مؤقتا بس أنا عايزة تكلم على فرق بين طفل فقير أيوة مكافح بيرفض أنه ياخد أي عطية أو صدقة من أي حد وبيبيعلمونه بيجتهد وعايش لوحده بدون أهل بس قاعد مع جنتته بيصرف عليها والراجل ده يعني أنا شايفه راجل مش طفل راجل طفل الليمون ده راجل إحنا نتشرب به أما طفل المرور هو طفل مدلل ومش بس البيئة اللي بتنتج طفل راجل أو طفل قوي أهو طفل ده فقى شد الاحتياجات مش البيئة لما هو بيئة وهو الطفل الليمون هو بيئة فأصبح شخصية جميلة يعني حاجة بيئة فقيرة بيئة فقيرة وإنه وأبوهم ميتين أو أبوهم مش موجودين أنا أهم يعني سمعت إن والدتهم موجودة على قدر الحياة لكنها بيئة 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 بالزبط كنت ما بيتساعدوش أنا شايف هذه الظروف القاسية أنتجت رجل والظروف التانية طفل المرور اللي اغتر بسلطة والده ووالده طبعا أكيد مش موافع على كده وتجنى على رجل المرور أمين الشرطة وقال إنه هو سلطانه أقوى من سلطان رجل الشرطة ويتنمر عليه ده شاب أو طفل 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 اتناشر سنة لدنين في نفس السنة تقريبا عشان كان يقول حلاك التواصل ما بينهم يعني هنا راجل وهنا يعني خسارة نقول عليه حتى طفل لكن أهدي الخير الخير موجود مهما كانت ظروفك صعبة مهما كانت ظروفك يعني لغي تحملها البشر ممكن هذه الظروف توصلك إن أنت تكون راجل فخري ده جاب العار لأهله وده جاب بس عايزة أسأل حلاك سؤال كل الخير لأهله لو إحنا تكلمنا من جانب البيئة طب ما في بعض البيئات بتخلي يعني بيطلع طفل فيها زي طفل الشوارع بيبقى غصبة عنه يعني ده طفل طفل الليمون ده طالع من بيئة معينة هي نفس البيئة اللي ممكن يطلع منها طفل تاني بس هنا تسول وهنا وضعي تاني ده بقى يرجع لي يا أستاذ عين والله يعني ممكن نفس الظروف البيئية بس ده حالك شفت الطفل ده عمل إيه وممكن يطلع طفل تاني حدث جهات تانية خالص كان ممكن الطفل ده يبقى مخدرات بالضبط كده من عايزة أقول كده لكن هو التجهد يعني ممكن البيئة اللي هو عاش فيها البيته أنه يعمل حاجات مش زي ما هو عمل حاليا والله أنا دايما بقول لي كلمة مشهورة بقول نحن نصنع أقدارنا إحنا اللي نقدر نختار ربنا هخلق فينا الفطرة سواء الخير أو الشر والبناء ده هو اللي بيختار حتى مش لازم يكون بقى رشيد أو شاب كبير مجرد طفل صغير لو عايز يصنع قدر عظيم ونتكلم عنه في كل البرامج ونفتخر به طفل اللمون عملها وطفل تاني يعني إحنا بنتكلم عليه بالشكل سلبي هو يعني هو اللي اختار وهنا اللي اختار الاختيار بيد الإنسان حتى لو كان طفل بالزبط كده إحنا مش هنرجع لقول يعني أنا برجع لديرة واحدة تانية اللي مش بترجع للبيئة هي بترجع للشخص نفسه أيوة يعني مش مثلا عشان هو في بيئة معينة طفل المرور إنه هو يبقى حاجة تانية لا هو يرجع لشخصية الطفل نفسه هو ممكن يكون نابع من جواه إنه هو حايز يبقى حاجة كويسة أو حاجة مش كويسة فمش أحيانا أحيانا حاجة تحاجك بالزروف أه عشان بيتحاجك بالزروف وقول زروف قصية أو أول أخه من 12 سنة لوحده بيصرف على نفسه بيدفع إيجار شقة بيصرف على أخواته حتى بلا فيهم أخوة كبيرة أخوة كبيرة أخوة كبيرة اللي هو أكبر منه السنة يعني برنامج سكرين شوت هيقدم خدمات جميلة جدا لطفل الليمون دوت إن شاء الله وحنتقابل مع لها إن شاء الله حنعمله دعم جامد وحنبقى كبيرنا معايا وكما ما ننساش نحيي الأستاذ أحمد سالم اللي فجر هذه طبعا طبعا الموضوع الإعلامي كبير وتابعها وإحنا بنشكره طبعا إن هو نبهنا لحاجة جميلة زي كده يعني كانت ممكن تطوف مننا أو ما تبقى الزهرة يعني طبعا أولا حالك حاجة يعني عندنا مدخلة طبعا مع شخصية جميلة جدا شخصية قدرت تصنع بإمكانيات بسيطة حاجة جميلة وبفترة صغيرة طبعا حاجة اسمها راديو فرحة فقوة راديو فرحة ده حاجة جميلة جدا قم بيه الأستاذ وليد أبو عقيل ونحب إن احنا نعمل معاه مدخلة جميلة وهو معنا دلوقتي ألو عليكم السلام عليكم عليكم السلام أزايك أستاذ وليد أزاي حضرتك عامل إيه الحمد لله أفضل ربنا برسي برنامج سكين شوت سعيد جدا بالمكالمة الجميلة دي وعايزينك تقول إنها بقى حاجة صغيرة كده فكرة راديو فرحة دي دات لك إزاي؟ أولاً تحياتي لحضرتك أستاذ أيمان محموز أهلا يا فرحة مورت البرنامج يا فرحة ربنا تيز أيمان والقناة الجميلة بتاعت منصرحة وجمال الله يخلي تحياتي حضرتك جميعاً يعني أستاذ أمشاهدي شكراً ربنا يخلي والله اللي الحمد لله يعني أولاً أول ما أبدأ بكت بحاجة وكيطة أولاً أشكر كل طائمين على راديو فرحة تمام؟ إن أنا صراحة من غيرهم ولا حاجة أي نبتعين يعني تمام؟ آه فلولا فضل ربنا عليك سبحانه وتعالى وثيم العمل آه الكامل ما كانش مؤسس فرحة موجودة ولا قناة فرحة موجودة ولا راديو فرحة موجود ولا موقع فرحة موجودة فكل الشكر والاحترام والإعزاز والامتنان يعني تسمحين لو في وقت بس بسيط أشكر بعض الطائمين على العمل اتفضل أولاً أشكر أولاً الجندي المجهود المجهود لأستاذة رند عمر والأستاذ القدير شعبنا عبد الحميد والأستاذة ليلة أحمد جابر والدكتورة تؤى خالد وأنا خايف لأنت ناف كتير جداً طبعاً وعلى رأسهم من الأستاذ الألم المحترم أحمد السيد رئيس التحرير سيدة عبد النبي أنا خايف بس لأنت حد يعني فيهم في الجماعة حداك قد شكرهم جميعاً يعني ألو أنا عايزين ليسألك راديو فرحة ابتدت الفنانين الكبار والشخصات العامة الكبيرة تقبل أن هي تكون على راديو فرحة وعملته رمشات جميلة وتأليم جميلة جداً يعني أكبر فنانين في مصر ابتدوا يظهروا على راديو فرحة إزاي أغمحتوهم إن هم يطلعوا إزاي تنجح النجاح ده في الوقت المصير ده يا أستاذ ولي الحمد لله والله يا أستاذ خالد الإعلام الكبير خامد خالد حمد الله رجل دي باع ودراع في المشوار ده والفكر ده 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 فرحة والله الحمد لله يعني ربنا منع علينا بازل الموقع الأول إن الواحد يعمل حاجة تسعي للناس ودينه مقابل النهاردة جداً أسس موقع فرحة يعني تعريباً من سنتين يعني الحمد لله وخناة فرحة على يتشوب وثم راديو فرحة فكلهم مؤسسة واحدة أبرز الفنانين وشخصات العامة التي ظهروا على راديو فرحة أنا طبعاً كنت موجود في حلقة واثنين ويعني أنا كنت سعيد جداً يعني عايزين نعرف أبرز الفنانين أنا عارف فنانين كتير يعني أحنا أحنا أولاً زرنا النبي يا أستاذ أيمن بالصراحة يعني كل الفنانين المحترمين كانوا معنا الناس كتير جداً وعرأسهم الفنان الجميل جوان عبد الناصر والفنان يعني مش عاوز بس يعني أنس حد عشان بس ما حدش يزعل وليه ده أبرز الفنانين إحنا عارفين ماهر سليم وميال أول الفنانة مديحة حمدي والفنانة القديرة والله ينس كتير أزايما بس وصد عمد الصاوي وصد باك بالصبح طبعاً طبعاً أنا مش مركز عشان أنا مركز أكتر منك بقى طب هي فكرته إيه يا أستاذ وليد يعني فكرة راديو فرحة ده عايزة الجمهور يسمع عامل حضرتك والله يبص هي فكرة بسيطة جداً جداً أحنا ما غير أني الأول قدرنا نأسس موقع فرحة أي تمام عشان نسعد الناس مثلاً حضرتك بس أي تهنية من أي نوع من نقدر نسعد الناس بيها وقدرنا الحمد لله أن نعملها أني فكرة موقع راديو فرحة بسيطة جداً جداً قدرنا نوصل للناس كلها في أهل في أهل وقته ممكن يعني ده فضلاً يا ربنا نصح الله تعالى يعني خبر حصري طيب فيه بقى سؤال حبيب يعني حابين نسأله حضرتك إيه بقى الخبر الحصري كده اللي تتفرح به برنامج سكينشوت اللي حضرتك قلت لي عليه يعني راديو فرحة بيقدمه يعني كلنا احنا أول ناس نعرفوه والله يبصي إن شاء الله يعني معنا المستشار أيمن محفوظ هيكون معنا في فقرة بإذن الله ثابتة على راديو فرحة إن شاء الله كل يوم الثنين آآ الساعة عشرة متاء يعني هو هيكون آآ مستشار قانوني في الفقرة بتاعت حضرتك يعني أي حد عنده سؤال حيتواصل معاه بالضبط كده طب يعني ده حاجة جميلة جدا نحن أكون سعيد إن أنا أكون لي مكان ثابت في راديو فرحة وبشكرك يا أستاذ وليد ونجاحك دوة شفت أمثلة نجحة إزاي إن هذا الحلقة جميلة في أمثلة نجحة جديرة يعني إحنا بشكرك على المجود اللي قدمت يا أستاذ وليد وعلى النجاحات الكبيرة الراديو فرحة وبندع كل الناس يتفرج على راديو فرحة وإن شاء الله هيكون لي يعني يعني وقت ثابت في راديو فرحة إن شاء الله يوم لتنين ساعة عشر مساء كبستشار قانوني لأي حد عنده سؤال ممكن يسأله ونجاوب عليه فرحة ونشكرك جدا شكرا أستاذ وليد شكرا مبروكة أستاذ أين الله يبارك فيك فهنا شرف ليه يكون في أراضي فرحة لا أنت شرف لأي مكانت حدا يكتروح بسرحة في بقى مشكلة إحنا سمعينها دلوقتي وطبعا الرأي يعني يعني إحنا كأعلمين أو أراء كتيرة جدا زي علانة على اللي حصل من الإعلامية الكبيرة طبعا حضرتك عريفها رهام سعيد واللي حصل مع توقعت السؤال طبعا لأنه طبعا ده ساير الرأي العالم وفي نفس الوقت كتير من الناس اللي عملته يعني يخلى أنه ممكن أي طفل ممكن يعمله أنت بقى تنامج كده هيتهاجم ما حتى هيتهاجم ما دي حقائق أنا أقول لحضرتك كل الناس يعني كنا بنتكلم على فتاة الأصار وإننا بندفع عن قضية تمام وبندفع عليها تبقى لنصوص القانون أنا هتكلم عن رهام سعيد لا معه رهام سعيد ولا ضد رهام سعيد رهام سعيد عرضت في برنامجها شكل من أشكال استياد السعلب بشكل وحشي أصار استهجان الناس كلها والناس اتهمتها أن هي بتضر وتضر بالحيوان وأن هي كده ارتكبت جريمة جنائية وطلبوا محاكمتها وطلبوا بوقف برنامجها أحنا بنحقي قناة النهار واسمحي لي أقول لقمز قناة النهار يعني صراحة أن هي عملت حاجة عظيمة جدا أن هي لغت هذا الكلام ومسحة هذا الفيديو من على مواقعها كاملة لكن الفيديو مازال موجود طبعا وتدول على شكل ماشي بس إحنا بنتكلم إحنا بنتكلم هذا معينة يا سيد سيد أنا أتكلم في القانون أنا أتكلم في القانون ما أنا عايزة رأيي القانون أنا أتكلم في القانون أنا لا معايا رهام سعيد زي ما قلت لك ولا ضد رهام سعيد وإحنا مش ضد رهام سعيد في أي موقع دائماً بتقدم برامجها الجميلة والناس اللي قولها كانت بتحبها وأولاً أتكلم في جانب معين إحنا بنحبها أو بنكرهها ده حاجة تانية لك إن اللي حصل مع الحيوان ده حاجة صعبة رأيي حضرتك إيه رأيي القانون في تعذيب الحيوان بالبانزر دائماً هنا في جريمتين فضل ارتكبة لم تساهم فيهم رهام سعيد لا بالاشتراك ولا بالمساعدة إزاي؟ هي جريمة الإضرار بالحيوان تمام وجريمة وجريمة مخالفة قانون البيئة وعايز أقول إن هي رهام سعيد ما ارتكبتش هاتان الجريمتان ولم تساهم فيهم ولم تساعد على ارتكاب هذه الجريمة بل هنا احنا بنحييها إن هي لفتت نظرنا إن في ناس بتصطاد صيد جائر وبطريقة وحشية وإن معيارنا الديني قبل القانون بيقول إن نرحم كل البشر ونرحم برضو الحيوانات والزرع وحتى الحجر من الرحمة الناس الصيادين دول هم اللي ارتكبوا الجريمة ورهام سعيد ما ساهمتش في هذه الجريمة لا بالاشتراك ولا بالمساعدة ولا أي حاجة لسلط عليهم الضوء ولكن يعني هي كتبتوضح بس طيب ماشي ولكن ولكن عشان خطر أبقى موضوعي أيوه ولكن عشان أكون موضوعي أيوه إحنا لازم نشكر الرهام سعيد على هذه المبادرة جميل لكن أنا ما شفتش فيه مخالفة في العملية الرهام سعيد إلا في مخالفة واحدة وكحديث هو حديث القانون وليس أكتر ولا أقل هي خلفة بند وحيد من بنود بساق الشرف الإعلامي وهو أنها أزاعت بعض المشاهد التي تحد على العنف أنا ممكن طفل تفرج على هذا المشهد يعمل كده مع حيوان ويطور الأمر يعمله مع أخوه أو مع صديقه أيوه فالأمر هنا ليس جريمة جنائية ارتكبتها وإحنا حقينا القناة العظيمة قناة النهار نمسحة هذا الفيديو استجابة لبطالب الجماهير وده دور الإعلام أنه هو المعيار هو المشاهد مش أي حالة كامية مش نسبة المشاهدة والمكسب لا المعيار مشاهدة اتحيناها وقال إن الرهام سعيد يعني ألقت الضوء على هذه الأفعال اللي أنا شايفها مجرمة ومحرمة وتدور بالبيئة المصرية وتدور بالحاونات المعارضة للانقراض وفيها وحشية وبلا رحمة ده موضوع وهي في الآخر هي خلفة ميساق الشرف الإعلامي واللي حسبها المجلس الأعلى للإعلام يعني هو كان الهدف والأمر هو كان لي وهي سلطة ده يمكن أن نتغور عليها يعني إحنا في النهاية منقول إن الهدف كان الأساسي إن هو توضيح إن ما ينفعش إن إحنا نصطاد الحيوانات بالطريقة دي فهي ذك فهي بالضبط كده يعني أزعتها بأسلوب مختلف شوية فده أدنها لكن هي كان الهدف منه مش إنها تعمل إصارة في الموضوع لكن توضح إن مش المفروض إن إحنا نتعامل مع الحيوانات بالوحشية دي ده ملخص وإحنا طبعا نوضح للجمهور إن كان الهدف الأساسي مش تعذيب الحيوان ولكن كان هدفها إن إحنا نتعامل بحسنة مع الحيوانات وإن اللي بيقوموا بعملية الصيد لابد يكون عندهم رحمة فهو اختلف معها الأمر ده اختلف معها الأمر فإحنا بنوضحه لحضراتكم يعني عشان ما يبقاش فيه أي إساءة للأستاذة الإعلامية الكبيرة رهام سعيد نشكركم أشكرك جدا في الحتة دي يا أستاذ أيمن بس عندي حتة برضو تانية كده جميلة إيه رأيك في الشخصيات اللي بتقوم بالإساءة لبعض يعني التعارف ما بين شخصية وشخصية ويقوم الإساءة لها من خلال إنها ارتبطت بحد آخر أنا مش عايز أوضح زي كده إيه فيديو مش حسيبك يا سماح إيه رأيك فيه إحنا ما ممكن نعرضه ممكن نعرض الحتة من الفيديو الفيديو يا سوا نشي بطول ذكر أسماء كده أنا جاي شاهد بطول ذكر أسماء كده سماح بكتل حق شهاد اللي هيحطة في الرابع النهاردة كاتبك تباكت ماشي معاي أربع سنين في الغرباء في مصري ولد ودباجي وحجب تبطي وليت لحيز عربية ودل السنة يبيع كدهان وعربية هيا كدهان العربية هيا بكتل مش هجيبك يا سماح هيا كدهان هيا كدهان بطول ذكر أسماء كده سماح بكتل حق شهاد اللي هيحطة في الرابع النهاردة كتبك تباكت ماشي معاي أربع سنين في الغرباء في مصري ولد وجداجي وحجب تبطي ولد لحيز عربية ودل السنة يبيع كدهان وحربية هيا كدهان العربية هيا هيا كدهان مش هجيبك يا سماح أذن شفته الفيديو وحداك شفت الفيديو إيه رأيك فيها والله أنا تصريحات كلها كدت في الصحف برضو زي ما بخرجنا حديثنا هو حديث القانون هي وارتكب جريمة تمثل التعدي على القيم الأسرية أيوة وإنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة والحقوبة هنا تصل إلى خمس سنوات وغرمت تلات تلتمئة ألف جنيه هتقول لي هتقول لي إزاي هو القانون كده الراجل ده التشهير ده مش تشهير هو ده شخصية شخصية وهمية هو اختراحها بيأظهر مع صاحبه لكن هي اعتداء على مبادئنا وقيمنا ممكن شاب تاني يقلد يقلد ويغير بس اسم البنت اللي كان مرتبط بيها ده شخصية وهمية يعني ده هزار مش حقيقة هزار بس ممكن حد يقلده أيوة بالحقيقة ده جريمة يا جماعة اللي حاصل ده هزار ومش حقيقة عشان كتير من الناس كانت معتقدة ان الفيديو ده حقيقة وان زعلانين جداً عن البنت اللي ارتبطت ويجوزت وده اللي كان معاها حب ان هو يبوز لها الدنيا كان هزار فده كان هزار بس عشان ينبه الناس لا بتنظرلوش بقى تبريرات بقى ما تدولوش تبريرات يا أستاذة طيب احنا معانا مدخلة للدكتور أحمد عفيفي ألو 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 أيوة سال خير سال خير أفنس أزاي حضر أزايك سال أحمد عامل ايه أحمد أستاذ أهلا بحضرتك أفنس أهلا أهلا أستاذة أهلا أستاذ أهلا أهلا مستشار الجليل الصديق أهلا بيك يا أحمد بيه آآ دكتور أحمد آآ لينا سؤال آآ حضرتك لو كنت متابع معنا الحلقة على رأي حضرتك آآ على الفيديو اللي تعرض آآ من الجانب آآ الإنساني ومن الجانب القضائي على اعتبار أن حضرتك برضو آآ عميد وآآ ليك مكانة في آآ في القضاء حالك ممكن تقول لي يعني الحقيقة أستاذ نفين أنا سعيد جدا بالموضوعات الجميلة اللي حضرتكم تناولتوها أستاذ أيمان محفوظ مع حضرتك في اللقاء في اللقاء الساري اللي أنا شوفته الحقيقة ولكن أنا شايف أن في بعض الأنماط السلوكية الغريبة على المجتمع المصري الحقيقي يمكن المستشار أيما نتكلم على طفل المستشار اللي تجاوز مع فرض الشرطة بنشوف الولد اللي موجود دلوقتي على الشاشة وبيتجاوز وبيختارك العادات والتقاليد المصرية الرصينة فنعايز أقول وبرجأ كل ده أن العادات والتقاليد المصرية رصينة وبخير على المستوى العام ولكن هناك بعض الحاجات الخاصة عشان برضو نشتغل على أن مصر مش كده عاداتنا وتقاليدنا مش كده عشان نقدر نوصل رسالة للعالم أن دي حالات خاصة ما بتمثلش المجتمع المصري أما كون أن إحنا بنتناولها في وسائل الإعلام فإحنا عشان نصلح مثل هذه العداد عشان ما تنتشر وعايز أقول لحضرتك يا أستاذ أنفين بشكل واضح أن إحنا أهملنا مفهوم كبير قوي لازم نهتم بيه كلنا مفهوم التربية لأن إذا زي ما حضرتك شايفة جده إذا سبنا أو الشاب يتعامل مع الأمور وفق غريزه فهنا نشوف أنمات سلوكية غريبة جدا ولكن إذا قمنا بدورنا كأسرة وكوسائل الإعلام ومؤسسات دينية وكل المؤسسات إذا بطلعت بدورها ووضحنا مفهوم التربية للعامة حنقدر نصل إلى ندائي كينا في تعليم سلوك هؤلاء الشباب التربية بمفهومها البسيط بتقول إيه هي عملية تعديل وتغيير في سلوك الفر نتيجة لما تعرض له من خبرات هما يكون به من أنشط بعد إيزدك يا أحمد بي يا أحمد بي لو سمعت لو كنت سمعني يا أحمد بي أنا معاك باعتبار أن حضرتك كنت بطل من أبطال قوات المساعدة بتكلم دلوقتي بصفتك الصحفي الدكتور أحمد لكن أنا دلوقتي عايز أتكلم على باعتبارك كنت بطل من أبطال قواتنا المسلحة وليه خلفية عسكرية عايز أقول هل ده سلوك ممنهج أن هما يفسدوا عدتنا وتقاليدنا وهل المؤسسة العسكرية ممكن تساهم في رضع مثل هذه المحاولات علو المدخلات خلصت اتقطعت طبعا إحنا بنعتذر علشان معاد البرنامج جرى كلمة عتد عايزة حتقول كلمة صغيرة قبل ما يختم البرنامج أنا عايز دل ما أقول كلمة صغيرة أنا عايزة هني الأستاذ الكبير الإعلام الكبير محمد موسى على زواجه من أميرة الإعلام المصري الأستاذة أميرة عبيد أنا بقدم لهم كل التهاني وبقول لهم هما تكتب كتابهم وتجوزوا أنا فرحان بهم قوي وإعلام كبير زي الأستاذ محمد موسى أنا بحييه وبحيي أميرة الإعلام بقول لهم ألف ألف مبروك على هذه الزيجة المباركة اللي كلنا صعداء بيها ونتمنى لكم حياة سعيدة وأشكركم نشكرك يا أستاذ أيمن وحلو أن احنا ختمنا البرنامج بممتازمة جميلة جدا وأشكركم أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم وإن شاء الله لنا لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله وإلي عنده أي سؤال أو أي استفسار يتواصل معنا من خلال الأرقام على الشاشة شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة